سيدة مطلقة في الثلاثين تتمتع بأخلاق حسنة وتقوم بالإنفاق على اثنين من أبنائها من راتبها البسيط حيث تعمل عاملة بدار حضانة وهي نفس الدار التي ألحقت فيها طفليها ليكون معها وفي يوم وجدت طفلا في العاشرة من عمره أمام شقتها يحاول الاعتداء على ابنها فتحدثت معه وعرفت منه أنه ابن جارتها التي تسكن فوقها فذهبت به إلى أمه وحكت لها ما حدث منه فاعتذرت لها الأم وأخبرتها أن ابنها يعاني من حالة عصبية تجعله لا يعرف أحيانا ماذا يفعل فقبلت السيدة اعتذارها ثم قالت لها أنا أسكن في الطابق الأرضي وأربي بعض الدجاج فإذا تبقى لديك بقايا طعام فأرسليها لي دخلت الجارة مطبخها وأخذت تضع كل بقايا الطعام في كيس واحد ثم أعطته لها فنظرت السيدة إلى الكيس بتأفف وقالت لجارتها قبل أن تنزل لشقتها هل من الممكن في المرة القادمة وضع الطعام كل صنف في كيس نظيف حتى لا يمرض الدجاج؟ شعرت الأم أن جارتها ربما أرادت الطعام لها ولأولادها وليس للدجاج فحزنت كثيرا ثم قالت لها بكل سرور وفي اليوم التالي اشترت الجارة مجموعة من العلب وكل يوم تجهز لها وجبة تشبه تماما الوجبة التي تجهزها لأسرتها وفي أول مرة لمحت الجارة فرحة في عيون السيدة المطلقة مع حرج كبير ثم دعت السيدة لجارتها بأن يشفي الله ابنها ودعت الجارة لها بأن يحفظ ابنيها ويرزقها بالزوج الصالح وبعد مرور شهر تحسنت حالة ابن الجارة وأيضا جاء الطريق السيدة واعتذر لها عن إساءته لها وأقسم لها بأنه لن يظلمها بعد اليوم إن وافقت وعادت إليه بعقد جديد وبعد تفكير لمدة ثلاثة أيام وافقت على العودة وانتقلت مع ابنيها إلى بيت زوجها بعد أن ودعت جارتها التي تكفلت بها طوال شهر بأكمله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر